القصاص من عهد السلف رحمهم الله أن هؤلاء القصاص ينبوزون بالعلماء الذين يحذرون مما هم فيه ذكر السيوط رحمه الله في كتابه التحذير من القصاص أن الإمام أحمد ويحيى ابن معير صلي في مسجد الرصافة فلما انتهي إذا برجل يقول حدثنا أحمد بن حنبل وإذا به يقول حدثنا يحيى ابن معير فجعل الإمام أحمد ينظر إلى ابن معير وينظر ابن معير إلى الإمام أحمد ويقول له أحدثت بهذا فقال الإمام أحمد والله ما سمعت هذا إلا هذه الساعة فلما انتهى طلبه فلما أتى هذا الرجل فقال يحيى ابن معير أنا يحيى وهذا أحمد بن حنبل وما حدثناك يا كذاب فقال هذا الرجل من باب التنفير قال لقد سمعت أنه يقال إن يحيى ابن معير أحمق فما تحققت من حمقك إلا هذه الساعة لقد رويت عن أحمد بن حنبل ويحيى ابن معير سبعة عشر رجلا اسمهم أحمد بن حنبل ويحيى ابن معير فوضع الإمام أحمد ثوبه على فمه ثم قال دعه يذهب فذهب فقام كالمستهزئ بهما